شيء رائع موضوع التحالف الاهلي ده شيء رائع رائع يعني بص دايما وانا جزء من تركيبتي كده فكرة انه التربيطات التحالفات الاتحادات ما بحبش العمل الفردي او بالتعبير الاخر مسألة الجزر المنعزلة زمان كان في اكتر من جمعية مهمة موجودة في مصر ويمكن كان كل واحدة بتشتغل لوحدها يعني وكان احيانا بتحصل تعاونات وبروتوكولات تعاون سنائية سلسية اشياء من هذا القبيل او يبقى المجموعة كنا زمان نسميهم كده الجمعيات الاهلية الكبيرة يعني المجموعة الكبار ساعات يعملوا تحالف في ملف محدد اما اللي حاصل في مسألة التحالف الوطني العامل اهلي والتنموي فده مشروع مهم وكبير وده بيضمن طول الوقت استدامة العمل وفعليته والوصول لأكبر قاعدة ممكنة من اهلينا الاولى بالرعاية جزء من اللي جرى النهاردة هو مطالبة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل للأهلي التنموي بانه يده اهمية خاصة للزراعة ركز بقى معايا في الحتة دي ازاي كلام الرئيس رايح فيه اتجاه انه فيه مبادرات بيتم طرحها لدعم المجتمع واكد ان المبادرات اللي بينظمها التحالف هي محل تقدير وقال انه دعم الزراعة ليه اهمية خاصة طبعا انت هتقول لي ليه ليه اهمية خاصة طيب واحدة واحدة كده الازمة الروسية الاوكرانية دي هذه الحرب جزء ضخم منها جدا متعلق بازمة او بالاضاقة هي متعلقة بجزء ضخم من ازمة الغذاء في العالم انت بتتكلم على دولتين هما بيوفروا تقريبا 25% من الاقماح والحبوب للعالم دولتين من تقريبا 197 دولة نصبهم 25% يبقى لازم كل الدول مش بس مصر تشتغل على ايجاد حلول طول الوقت لمسألة الغذاء صح؟ حلو يبقى كلام الرئيس وهو ذاهب الى دعم المبادرات المتعلقة بدعم النشاط الزراعي لانه الدولة ورئيس قال كده يمكن من شوية لو حضرتكم خدتوا بالكم في المقطع اللي قبل ده قال انه الحكومة هتشتغل والتحالف هيشتغل وهنساعد بعض في ده جزء بقى من ده واللي ركز عليه الرئيس هو دعم النشاط الزراعي احنا عاوزين يبقى في طول الوقت فيه عندنا نشاط زراعي متنامي بيكبر بيزيد على اختلاف مستوياته المستوى الافقي بتاع ان انت يبقى فيه عندك مساحات اكبر شغلة في النشاط الزراعي بروافده وكمان التوسع الرأسي هي فكرة معدلات الانتاجية اللي لازم تفضل كل شوية تتزايد خلونا نسمع بالتحديد الرئيس قال ايه وهنرجع نكمل الكلام كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحية كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا لكن انا بتكلم على الزراعة تحديدا احنا بنزرع في اسوان وصوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي تلتمية تلتمية وخمسين الف فدان من القصب من القصب طيب انا هقولك وده النهارده انت قابت استهدفتي الصغار المزارعين لقد انا باستهدف قدرتكم في الوصول الى المزارعين كلهم طيب انا النهارده عايز ايه النهارده لو انت بتقولي على فدان قصب لو تعامل بزراعة حديثة يقلل كمية المياه لو قلت 10% من كمية المياه المستخدمة ده رقم كبير اوي في 350 الف فدان طيب رقم كبير اوي طيب لو قلت ان هو بيزود الانتاجية 20-30-40% انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتلة محددة في الصعيد طيب لو استهدفته ده وقدرت توصلوله بالتعاون مع وزارة الزراعة لان بالمناسبة المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجة في الأرض خمس سنين طبعا يعني صعب عليه انه هو وانا كلمت في الموضوع ده قبل كده لكن انا عايز اقول لكم على حاجة احنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه نحنا نشاور عليه نعمل اضاءة ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان الأصب بتاعك ما تستقلش بفدان فول السوية اللي بتعمليه ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من عشر أدب إلى خمستاشر وعشرين ويمكن اتنين وعشرين اهو بالضبط الرئيس قال الكلام انه المسألة ان احنا قادرين على زيادة انتاجية الفدان او ايا كان قطعة الارض بس بنقص على الفدان زيادة الانتاجية اللي كانت خمستاشر أدب بتبقى عشرين أدب إلى آخره لازم طول الوقت هنشتغل على ده وليه الرئيس تكلم على بالتعاوم مع وزارة الزراعة لان احنا بنتكلم على الوزارة المسؤولة على تنظيم العمل الزراعي او النشاط الزراعي في مصر ده من ناحية وعندنا معهد البحوث الزراعية من ناحية تانية بيشتغل على تحسين الأصناف وتحسين النوعيات وزيادة الانتاجية إلى آخره إلى آخره